لم يمضي على الإعلان الأممي عن توصل ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي عن اتفاق التوصل إلى اتفاق على إعادة الانتشار في الحديدة اتهم متحدث باسم قوات الجيش الوطني في الحديدة ميليشيا الحوثي بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات الساحل والتحضير لتصعيد عسكري الناطق باسم ألوية العمالق العقيد مأمون المهمجي قال إن خروق الحوثي لوقف النار منذ بدء سراياني في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تتجاوزت 1500 خرق وأشار إلى أن الميليشيات تستغل نزوح المدنيين من مناطق مديريتي حيس والجراحي ويتسللوا في أوساطهم إلى المناطق الآمنة التابعة للشرعية وذلك لتنفيذ هجمات وزراعة الألغام مضيفا أن الجيش جاهز لمواجهة أي تصعيد عسكري تقدم عليه الميليشيات الانقلابية وأوضح الجيش الوطني أن قواته أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عدة محاولات تسلل وصدت ثمانية هجمات للميليشيات